بمشاركة العشرات من المتسابقين من جميع أنحاء البلاد اختتمت المسابقة الوطنية الثالثة لأفضل فكرة مشروع تكنولوجيين والتي ينظمها البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة بالعاصمة رابلس تحت عنوان تكنوليبيا 2022 برعاية الشركة الليبية للحديد والصلب اليوم نحن في ختام مصابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا هذه المسابقة اللي بدأت من أكثر من 13 شهر وشاركت فيها أكثر من 1360 متصابق في جميع أنحاء الوطن اليوم شفنا مجموعة من المشاريع الابتكارية والابداعية أفكار رائدة وأفكار واعدة لشباب ليبيين للكثيرين اليوم هو ختام مصابقة لكن بالنسبة لنا اليوم هو استمرار العمل وبداية العمل في اقتضاء المشاريع الحفل شهد تكريم العشرة الأوائل بالمسابقة إلى جانب تقديم جوائز نقدية للمتحصدين على المراتب الثلاث الأولى بقيمة قدرها 60 ألف دينار مشاركة حقيقة كان فيها زخم كبير شارك أكثر من 1360 مشروع من كل الحاليبية مشاريع متنوعة مبتكرة مميزة اخترنا منها شورت لست من 60 مشروع وعيد تقييم من 60 مشروع واخترنا منه عشر مشاريع التي تنافسه اليوم على الترتيب الثلاثة الأولى وحيمنحه الفائزين جوائز قيمتها 60 ألف دينار الفائز الأول كثير ألف الثاني عشرين ألف والثالث عشر دينار مسابقة تأتي في إطار تفعيل دور قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة بدعم الاقتصاد الوطني والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والحر ودعم اقتصاد المعرفة ترجمة نانسي قنقر